اشتركوا في القناة الموافق الثالث من مارس من العام 2021 وبرعاية الوسيطة الامثل والافضل للتداول في الشرق الاوسط الشركة السويسرية العالمية للوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الروابط الموجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو اذا اخواني العزاء قبل ان نبتدع فقرة التحليل الفني نطلع على اهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر خلال اليوم ولها تأثير على حركة الاسعار وقت صدورها وسوف تكون في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة على مؤشر مديري المشتريات المركب والخدمي على الباوند وسوف يكون هناك ايضا بيان الميزانية السنوي على الباوند البريطاني ثم تليها اخبار مهمة جدا على الدولار الامريكي وهو التغير في وظائف القطاع غير الزراعي الصادر عن الـ ADP وسوف يكون لدينا ايضا هناك مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن الـ ISM وسوف تختتم البيانات على الدولار الامريكي بتقرير مخزون النفط الامريكي الخام وثم تختتم البيانات لهذا اليوم بحديث رئيس البنك المركزي النيوزلندي السيد أور اذا اخواني العزاء ننتقل الى فقرة التحليل الفني ونبتدأ بتحليل مؤشر الدولار الامريكي الدولار اندكس ونلاحظ اخواني العزاء ان مؤشر الدولار الامريكي خلال التداولات السابقة قد تراجع بعد ان وصلت الاسعار الى مستويات التشبعات في الشراع على مؤشر تذبذب ستوكستيك بدأت الاسعار في الهبوط ويعادت اختبار اختراق مستويات 90.700 وحيث اننا تحدثنا كثيرا عن هذا المستوى حيث انه يعبر عن نقطة المحور ونقطة البايفيت ونقطة تحول الاتجاه وبشكل عام نعود على الفرضية السابقة في حال تمكنت الاسعار من التماسك وتأكيد اختراق مستويات 90.700 فسوف نشاهد استئناف للمسار الصاعد وتكوين قناة فرعية صاعدة بنجاح قد يصعد مؤشر الدولار من خلالها الى مستويات 92 و93 اما كسر مستويات 90.700 والعودة اسفلها فهو ما سوف يعيد الدولار الامريكي الى النفق المظلم وسوف نشاهد بداية ضعف الدولار الامريكي وانهياره وسقوط المؤشر الى مستويات 89.589 اذا نفتح تداول هذا اليوم مستويات 90.700 يجب متابعتها بحذر من اجل ان نحدد المسار القادم وسوف نشاهد تأثيرات ضعف مؤشر الدولار الامريكي خلال تداولات السابقة وتأثيراتها على ازواج العملات والسلاء اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج اليورو دولار ونلاحظ اخواني العزاء ان زوج اليورو دولار قد بدأ بالصعود ليحقق المزيد من المكاسب الذي كونها الدولار الامريكي وذلك باستغلال ضعف مؤشر الدولار الامريكي خلال الجلسة السابقة وبدأ بالارتداد من الدعم المحوري الذي حددناه في التحليلات السابقة والماثل عن مستويات 1.20000 وحاليا تقترب الاسعار من منطقة مقاومة قوية جدا وهي مستويات 1.21200 والذي يلتح معها المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم اذا اخواني العزاء وبشكل عام حاليا في حال تمكنت الاسعار من العودة على مستويات 1.21200 فسوف يعود زوج اليورو دولار للمسار الصاعد ويستهدف مستويات 1.28200 اما استمرار الاسعار وارتدادها ادنى مستويات 1.21200 فقد يعيد الاسعار مجددا الى المسار الهابط ويستهدف مستويات 1.20000 وقد يصل لمستويات الواحد فاصلة 18600 اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج الباون دولار ونلاحظ ايضا ان زوج الباون دولار هو الاخر قد بدأ بالارتداد بالقرب من الدعم الماثلين مستويات 1.38000 وقد صعد بالقرب من المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسين يوم ولا يزال يتداول بشكل عرضي من اجل ان يحدد مساره القادم وقال لدينا مستويات الاربعون الف 1.40000 في حال تمكنت الاسعار من اختراقها فسوف يتلقى الزوج قوة قادمة لتصعد بالاسعار الى مستويات الواحد فاصلة 41000 وقد يصل ايضا لمستويات الواحد فاصلة 42000 اما استمرار التداولات اسفل مستويات الواحد فاصلة 40000 فقد يعيد الاسعار الى استئناف الهبوط لتستهدف مستويات الواحد فاصلة 38000 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباوند ين الملقب بالمجنون ونلاحظ أن الأسعار قد نجحت بالتماسك أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وقد نجح برد الأسعار إلى الأعلى وبشكل عام في حال تمكنت الأسعار من الحفاظ على التداولات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم فسوف نشاهد استئناف الصعود لاستهداف مستويات الـ 151 خلال التداولات القادمة أما كسر المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وكسر مستويات 148.500 فقد يخلق موجة تصحيحية هابطة تهوي بالأسعار إلى مستويات 147 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الإسترالي مقابل الدولار الأمريكي ونلاحظ أيضا أن الأسعار قد نجحت بتحقيق الهدف الماثل عند مستويات 0.78 ألف وبدأت بالارتداد من أعلى خط الاتجاه الصاعد الواضح أمامكم باللون الأزرق وحاليا الأسعار اقتربت ولامستها المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وبدأت بالتراجع والتصحيح بعد أن وصلت إلى مناطق تشبعات في الشراء على مؤشر تذبذب ستوكستيك ويحاول خلق تقاطعات إيجابية سلبية في مستويات 80 فمن الممكن أن نشاهد إعادة تصحيحات وإعادة اختبار لاختراق مستويات 0.78 ألف من أجل أخذ العزم للصعود واستئناف الصعود نحو الهدف الرئيسي الماثل عند مستويات 0.80 ألف إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الياباني ونلاحظ أن الأسعار تستمر في الصعود وتستمر في الانطلاق نحو الأهدف الرئيسي الماثل عند مستويات 0.108 ومثل ما تحدثنا سابقا استمرارية الأسعار أعلى المتوسط المتحرك في المدة 55 يوم وعلى الدعم الماثل عند مستويات 0.106 وفي ظل تلقي إشارات إيجابية قوية جدا من خلال مؤشر تذبذب ستوكستيك الذي نجح بالتقاطعات إلى أعلى ومحاولة اختراق مستويات 80 قد تعزز الأسعار بالزخم الصاعد للانطلاق نحو مستويات 108 خلال الدولات القادمة إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرا التركية هو مثل ما نوهنا سابقا ثبات الأسعار أعلى مستويات 7.20 يمنح الدولار الليرا التركية التمسك بالزخم الصاعد واستمرارية الصعود ولاحظنا اندفاع الأسعار نحو مستويات 7.40 واقترابها من الهدف الأول الماثل عن مستويات 7.50 ولا زالت الأهداف الصاعدة الماثل عن مستويات 7.50 و7.79 قائمة وفي طور التحقيق ولا يزال السيناريو صاعد في طور الانتظار طوالما أن الأسعار تتداول على أعلى مستويات 7.20 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ونلاحظ أن البيتكوين بعد أن اقترب من تحقيق الهدف الأول الماثل عن مستويات 5.52 ألف دولار بدأ بافتتاح بفجوة سعرية هابطة ولكن بالمجمل لا يزال يعتبر صاعد ولا يزال في ضوء القناة الصاعدة وطوالما أن الأسعار تتداول أعلى مستويات 42 ألف دولار لا يزال هناك انتظار للأهداف الذي تكمن عند مستويات 52 ألف دولار و60 ألف دولار خلال التداولات القادمة ولن يغير البيتكوين المسار ولن يبدأ بتكوين قناة فرعية هابطة إلا بكسر مستويات 42 ألف دولار إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب وهناك العديد من التساؤلات حول ملك الملاذات الآمنة الذهب وقد تحدثنا أخواني العزاء عن أن الذهب حاليا لم يستطع كسر مستويات 1725 من خلال قاعدة السلوك السعري فلم يحقق الشرط الثاني وبدأ بالصعود معتبرا هذا الكسر عبارة عن كسر كاذب وبدأت الأسعار بالعودة على مستويات 1725 ولكن بالمجمل وعلى نطاق الأربع ساعات نلاحظ أن الأسعار لا تزال تتعرض لضغط سلبي وذلك باستمرارية التداول أسفل متوسط المتحرك لمدة 55 يوم واستمرارية الأسعار أسفل مستويات 1765 تضغط على الأسعار وتزيد من السلبية ونلاحظ أيضا مؤشر تذبذب ستوكستيك الذي بدأ بفقد وتلاشي الزخم الصاعد وذلك بعد أن بدأت الأسعار حاليا بمحاولة خلق تقاطعات سلبية في حال تكونت سوف تزيد من الضغط السلبي على أسعار ملك الملاذات الآمنة التي تحاول كسر مستويات 1725 دولار للأنصة الواحدة والذي في حال تمكنت الأسعار من كسرها وتأكيد هذا الكسر قد نشاهد عودة الذهب للهبوط والانهيار إلى مستويات 1675 و1650 خلال التداولات القادمة أما الثبات أعلى مستويات 1725 فلا يزال يمنح الذهب فرصة أخيرة لاستعادة البريق ونلاحظ أخواني العزاء على النطاق الزمني أو الفاصل الساعة نلاحظ أن الأسعار تتداول بشكل متذبذب بشكل عرضي نلاحظ صغر الشموع وتمحورها حول المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وهذا يعطينا إشارة لمحاولة التمركز ومحاولة تكوين ارتكاز أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم لأخذ العزم للصعود ولكن بالمجمل إذا نجحت الأسعار بالثبات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم على نطاق الساعة والانطلاق أعلى المتوسط المتحرك فسوف يمنح الذهب فرصة استعادة البريق أما كسر المتوسط المتحرك والعودة لمستويات 1725 فسوف تكلف ملك الملاذات الآمنة الكثير وقد تهوي به إلى المستويات التي تحدثنا عنها إذن يتم متابعة مستويات 1725 من أجل أن نحدد المسار القادم لملك الملاذات الآمنة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونلاحظ أن النفط الخام هو الآخر لا زال تمحور في ذات المنطقة منذ التحليل السابق وتحدثنا عن مستويات 60 دولار للبرميل الواحد في حال تمكنت الأسعار من الثبات أعلاها والعودة أعلاها فسوف يبدأ النفط الخام بالصعود واستهداف مستويات 63 دولار و 66 دولار خلال التداولات القادمة أما فشل العودة على مستويات 60 دولار للبرميل الواحد فسوف يكلف النفط الخام الكثير ويهبي به إلى مستويات 56 دولار إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الفضة ونلاحظ أن الفضة تحاول مرارا وتكرارا وقد نجحت بالعودة على مستويات 26.400 وحاليا تحاول إعادة اختبار مستويات 26.400 وإعادة اختبار هذا الاختراق وتأكيد الاختراق أعلى مستويات 26.400 وفي حال تمكنت الأسعار من إعادة التأكيد الاختبار لهذا الاختراق والتمركز أعلى مستويات 26.400 فسوف تكون خطوة البداية ونقطة الانطلاق في الفضة للانطلاق نحو مستويات 28 ومستويات 30 خلال التداولات القادمة وبشرط وحيد هو حفاظ الأسعار أعلى مستويات 26.400 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ونشاهد أن الغاز الطبيعي نجح بالعودة على مستويات 2.800 والثبات أعلىها وحاليا يواجه عقبة للانطلاق وهي المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم والذي تكون عن منطقة دعم متحركة منعت السعر خلال الساعات السابقة من اجتيازها ولكن حاليا تحاول الأسعار اختراقها والثبات أعلى وفي حال تمكنت الأسعار ونجحت باختراق المتوسط المتحرك والثبات أعلى فسوف نشاهد اندفاع بالأسعار لتصل إلى الهدف الأول الماثل عند مستويات 3 خلال التداولات القادمة وشرح تحقق هذا السيناريو وهو استمرارية الأسعار أعلى مستويات 2.800 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الداو جونز الصناعي قائد السوق الأمريكي ونلاحظ أيضا أن مؤشر الداو جونز الصناعي يتداول بشكل متمحور حول المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وبشكل عرضي نوعا ما ينتظر تحركات قادمة قوية جدا ومن نظرة فنية بحتة في حال تمكنت الأسعار من الثبات واستمرارية التداولات أعلى مستويات 31 ألف وأعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم قد نشاهد انطلاق قادم لمؤشر الداو جونز يستهدف من خلال مستويات 32 ألف و32 ألف و700 أما هذا السيناريو شرط تحققه وثبات الأسعار أعلى مستويات الـ 31 ألف ويلغى السيناريو صاعد في حال تمكنت الأسعار من التداولات دون هذا المستوى إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر SB500 Standard & Poor's 500 ونلاحظ أن الأسعار تعيد اختبار اختراق المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وتلامس الدعم المحوري الماثل المستويات 3870 وفي حال تمكنت الأسعار من الثبات والبقاء أعلى مستويات 3870 فسوف يكون إشارة إيجابية للسيطرة على الزخم الصاعد وتمكن باستمرارية الصعود واستهداف مستويات 3950 و4060 أما كسر مستويات 3870 والتداول دونها قد تدخل SB500 في تصحيحات هابطة تصل مستويات 3830 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الدكس الألماني الصناعي ونلاحظ أن مؤشر الدكس قد نجح باختراق المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وحقق الهدف الماثل المستويات 14000 وحاليا يحاول إعادة اختبار هذا الاختراق وإعادة اختبار اختراق المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وبشكل عام وبالمجمل في حال تمكنت الأسعار من الحفاظ على التداولات أعلى مستويات 14000 من الممكن أن نشاهد انطلاق قادم يستهدي مستويات 14200 و14500 خلال التداولات القادمة وبشرط الحفاظ على الأسعار أعلى مستويات 14000 إذن أخواني العزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي ونلاحظ أيضا أن مؤشر النازدك والآخر قد منعه من التقدم المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم والذي يعبر عن منطقة مقاومة متحركة ردة الأسعار دون مستويات 13200 ولكن بالمجمل طوالما أن الأسعار تتداول أعلى مستويات 12750 لا يزال أن السعر في ظل القناة الصاعدة وفي ظل الإطار الصاعد أما كسر مستويات 12750 فهو ما قد يكلف مؤشر النازدك الكثير وسوف يعيده إلى تكوين قناة فرعية هابطة تستهدف مستويات 12245 ولكن بالمجمل عودة الأسعار أعلى مستويات 13200 قد تلغي السلبية التي يتعرض لها مؤشر النازدك وتبدأ بالانطلاق نحن مستويات 13800 و14300 خلال التداولات المتوسطة الأجل إذن أخواني العزائي إلى هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا من يطيب التحيات وفي أمان الله شكرا